دلوقتي نروح مع حضراتكم لموجز الأهم وآخر الأنباء بصحب الزملية نادينا شهر شكرا لك مصطفى التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعت رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وإعادت انتخابه رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيعمل على تأمين عودة طواعية للاجئين السوريين وضف أردوغان أنه لا يمكن لأحد أن يتدخل بالسياسة الداخلية لبلاده في الوقت نفسي أكد أردوغان أن تضخم من أكبر التحديات التي تواجده تركيا مشيرا إلى أن حكومته ستبني اقتصادا قويا يستند على الاستقرار والثقة من جانبه أكد المرشح الخاسر كمال كليتشدار أغلو أن الأزمات والمشكلات الكثيرة التي يعاني منها الشعب التركي ستستمر خلال حكم أردوغان وأضف أغلو أنه سيواصل لعمل من أجل تحقيق تطلعات الشعب التركي مشيرا إلى أن الانتخابات أظهرت أن الشعب التركي يريد تغيير السلطات الحكومية وأنه لم يقبل التغاضي على انتهاك حقوق الأطراق أعلنت السعودية والولايات المتحدة وجود انتهاكات بين الأطراف السودانية أعاقت بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية بعد خمسة أيام من بدء نفاذ ووقف إطلاق نار قصير الأمد وألضح بيان المشترك للسعودية والولايات المتحدة أن وقف الضربات الجوية لقوات المسلحة السودانية وانسحاب القوات الدعم السريع من المناطق الحضرية وإنهاء الهجمات ضد الجهات الفاعلة الإنسانية من شأنه أن يسهل تقديم المساعدة التي يحتاج إليها السيدانيون بشدة دعين الأطراف السودانية إلى الموافقة على تمديد وقف إطلاق نار شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الجوية على كييف في الساعة الأولى من صباح اليوم باستخدام طائرات مصيرة وصواريخ كروز وقالت الإدارة العسكرية لعاصمة الأوكرانية إن قوات الدفاع أسقطت أكثر من 40 هدفا ومن جهتها قالت وزارة الدفاع الأوكراني إن قواتها حررت نحو 20 كم في ضواحي مدينة بخموت وتواصل التقدم على طول جوانبها وقال مسؤولون أوكرانيون إن قوات الدفاع الأوكرانية تستخدم مدافع الهاوترز أو الهاوتزر ذاتية الدفع الألمانية لضرب مواقع روسية بالقرب من مدينة بخموت مؤكدين أن السلاح الألماني جيد حيث يتميز بالسرعة والدقة أعلنت بيلاروسيا أن الدول الغربية لم تترك أي خيار سوى نشر أسلحة نووية تيكتيكية روسية وقال ألكزندر فولفوفيتش سكرتير مجلس الأمن في بيلاروسيا إنه من الأفضل للدول الغربية عدم تواجز تجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق ببعض القضايا الاستراتيجية الرئيسية وأوضح سكرتير مجلس الأمن في بيلاروسيا أن نشر أسلحة نووية تيكتيكية هو إحدى خطوات الرضع الاستراتيجية توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن والنواب الجمهوريون إلى اتفاق مبدئي لرفع صقف الدين الحكومية البالغ 31.4 من 10 تريليون دولار وتجنب التخلف عن السداد وقال بايدن أن الاتفاق يشكل تسوية مشددا على أن النص يخفض النفقات فيما يحمي البرامج العام الرئيسية وأوضح بايدن أن الاتفاق يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفا كارثيا عن السداد يؤدي إلى ركود اقصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف ويصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الكمهوريون الأربعاء على الاتفاق وقام أوضح رئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي قام وزير التنمية المحلية هشام أمن يرافقه وزيرة التخطيط هالة السعيد والواء محمد عبد الفضيل شوشا محافظ شمال سيناء بجولة تفقدية سيرا على الأقدام في شوارع مدينة العيش جاء ذلك خلال زيارة وزيري التنمية المحلية والتخطيط لشمال سيناء افتتح خلالها المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة والمركز التكنولوجي بمدينة العريش ومركز إصدار الترخيص للمحال التجارية بالعريش كما تفقد مجمع الورش الصناعية بالمنطقة الحرفية بحي المسعيد بالعريش وخلال الجولة التفقدية قام الوزيران أن يرافقهما المحافظة بتفقد شارعي 23 و 26 يوليو وميدان أسادات وشارع علي بن أبي طالب بوسط مدينة العريش ختام مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر